السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد فرج من قناة محمد استيديو. ان شاء الله النهاردة درس جديد ودرس جميل جدا ومميز. بالنسبة للناس اللي هي مش متخصصة في مجال المنتجات لكن عاوزة تقفل منتج عندها بطريقة يعني تعتبر سهلة وبسيطة. آآ اليوم ان شاء الله معنا برنامج جميل جدا وخفيف مع مولو مع برنامج وهو ارجامي. آآ البرنامج ده لا يتعدل 32 ميجا. البرنامج ده يعتبر برنامج في كل المميزات اللي انت محتاجها عشان تقفل صندوق ورقي توريه للعميل آآ بتاعك بشكل 3D. زي ما احنا شايفين قدامنا ده وجهة البرنامج والبرنامج زي ما احنا شايفين بيديني شكل 3D جميل جدا واقدر ان انا احط التصميم بتاعي من الامام ومن الداخل بالشكل اللي انتو شايفين ده. وطبعا اقدر اعمله اكسبورت صورة او اعمله اكسبورت ملاف بي دي اف في سري دي يعني اقدر احرك الملف بتاعي سري دي جوه ملف البي دي اف. طيب مبدائيا تعالوا نشوف مع بعض كده احنا ازاي نشتغل على حاجة زي كده. لو رحنا للبرنامج حلايا عندنا هنا البرنامج. طبعا مساحته بسيطة 32 ميجا بنسطبه عادي ما فيش اي مشاكل خالص. بعد كده بناخد الملف اللي موجود هنا. تمام? وبعد كده يا اما قدامنا طريقتين. يا اما اول طريقة بيكون عندي البرنامج بعد ما تسطب بلاقيه هنا فبعمل عليه كليك يمين واقول له وبعد كده اختار هنا تاني. هذا طبعا شرط قط. فبقى اقول له كليك يمين هنا وبعده اقول له. هلاقي ان المسار بتاعه زي ما انتم شايفينه هو موجود عندي في سي في في ابس فور لايف. وبعد كده تمام? بعد كده اعمل استبدال للملف اللي انا اخدته بكليك يمين هنا واقول له بيست. انا مش هعمل استبدال طبعا عشان انا آآ مسطبه قبل كده. تمام? حاجة افتح البرنامج بعد ما سطبته. هبص ان البرنامج بيظهر لي بالشكل اللي انت شايفه ده بالزبط. طيب انا محتاج دلوقتي اعمل له مع البرنامج. اولا لازم يكون برنامج هنا مقفول. تمام? بقى في البرنامج وعمل له لو كان مفتوح. انا مش طيب اعمل ايه بقى لو انا بفتحه لأول مرة? بخش هنا على قيمة آآ فايل. من قيمة فايل ابدأ اقول له هنا اعمل لي كونيكت توليستريتور. باعمل لي كونيكت طبعا بلاقي دي مقفولة كده انا بفتحها. وبعد كده اقول له ابديت انستليشن وبعد كده اقول له كونتينيو وبعد كده بتظهر للرسالة ديت واقول له كروس. خلاص هو دلوقتي المفروض انه هو عرف نفسه في آآ في انستريتور. وعشان اتأكد من حاجة زي كده فانا بفتح عندي السي وخش هنا عندي على وخش على ادوبي ومن ادوبي بخش على وبص اللاقي عندي في اللاقي عندي ارجامي تلاتة هيات موجودة ماشي. خلاص يبا كده انا الشغل بتاعي تمام. طيب تعالوا بقى نقفل ده كله كده ونفتح عندنا برنامج الليستريتور. آآ برنامج الليستريتور زي ما احنا شايفين احنا محتاجين ملف ضايقت. عشان نبدأ نشتغل عليه. ان كان الملف الضيقات اللي انت هتشتغل عليه. آآ يعني ملف انت هتصاممه على برنامج الليستريتور او ملف جاهز. انا عندي ملف جاهز حبدأ اجيبه كده بالزبط زي ما انت شايف. طيب ده الملف الليه ده. نركز مع بعض في اللي جاي ده عشان الاخطاء اللي ممكن تحصل وانت شغاله. اول حاجة انا محتاج يكون عندي الفايل اللي هو في الضيقات. لازم اسميه بالاسم بتاع البرنامج اللي هو اللي هو البرنامج ده. تمام? هسميه او كابتل. هنا. الاو كابتل. تمام? واقول له اوكي. آآ طبعا لازم تتأكد من تمام? يعني او ار اي جي ام اي. تمام? عشان تتأكد من. لازم ضروري تتأكد من. تمام? كل الملفات الضيقات بتكون جوه الملف الورجامي ده وبعد كده انا هدلد تقول له انا مش محتاجه. وهعمل جديدة هسميها اللي هي هيكون فيها التصميم بتاعي. وخليها تحت. طبعا انا ممكن اقفل ده لو انا مش محتاجه. لكن انا محتاجه دلوقتي عشان احدد ايه الحاجات اللي هيتعمل لها في لود. وايه الحاجات اللي هيتعمل لها قط. طبعا عندي لونين مش هتفرق معي الالوان. فانا بيعلم على الحاجات الاخضرة اللي موجودة قدامي دي لانيدي كلها هيتعمل لها في لود. تمام? وبعد كده. تعالوا كده نعلم مسلا على الحاجات الخضرة ديت كده. الاخضر. واجه هنا على واقول له هنا عمال لي عشان يظهر لي بالطريقة انت شايفها دي. طيب لازم داش لاين? اه لازم داش لاين عشان اي حاجة هيتعرف على البرنامج ان هي في لود لازم تكون داش لاين. تمام? بالطريقة انت شايفها ديت. فيكون الشغل قدامي كده. اي حاجة هيتعمل لها قط فهي واحدة لون احمر. مش لازم احمر ممكن ازرق اصفر مش مشكلة. لكن هو بتعرف على ان اي حاجة داش لاين هتكون عندي فلوت. اي حاجة مش داش لاين هتكون عندي قط. لحد الوقت ممتاز. طيب ابدأ ان انا افتح البرنامج بتاعي بالطريقة دي. هابصة لها اي عندي. طبعا بعض الاشكال كده احنا هنشوفها دلوقتي. لكن انا هابدأ ان اول الشكل الاولاني اللي هو المشهد بتاعي. هابصة لها عندي هنا علامة موجب. لو ضغطت على علامة الزادي اللي موجودة عندي هنا فهو اللي هو معمولي من الستريتور تلاتة وعشرين. طبعا الاصدار اللي موجود دلوقتي يا جماعة بيشتغل على اتنين وعشرين وواحد وعشرين وتلفين وتلفين وتسعة عشر. فانا دلوقتي بقول له دلوقتي اعمل ليه اعمل لي كونكتد باللستريتور تلاتة وعشرين. فلما يعمل كونكتد جاب لي زي ما انت شايف البوكس بالطريقة ديت اهو. لكن على الجنب. مش مشكلة دي احنا هنحلها دلوقتي. وجاب لي علامة تحذيرية هنا لو انا ضغطت عليها الضغطتين العلامة التحذيرية ديت. بقول لي خلي بالك في في الضيلان ان انت شغال عليه في بعض العناصر وبعض النقاط او بعض الحاجات بتاعها اه ممكن يكون نقط قريبة من بعضها. عشان انا اصلى حاجة زي كده هي في بعض الاحيان يعني ممكن ما تكونش مشكلة. لكن لو انا اصلى حاجة زي كده فانا لو عندي الاضافات الخاصة بالاستيوت فهو ممكن انا اعلم على الضيقات ده كده بالطريقة ديت. وخش هنا على الاذاة الموباب اللي موجودة عندي ديت اللي هي عيد. بعد كده ابدأ ان انا اختار هنا السوبر سمارت رموف. اللي هي كده هبصة لين هو هيعلل لي عدد النقاط اللي موجودة هنا تلاتاشر نقطة شلهم فاعللهم لي. لو رجعت هنا تاني فانا محتاج ان انا اعمل تمام? بعمل بالطريقة ديت ببصة لين ما عادش في اي مشاكل وعلمة العلامة اللي هي التحذيرية اللي موجودة هنا اه مش بقت موجودة. تمام. ارجع للمشهد الاساسي فابص الاقي عندي ان البوكس بتاعي بالطريقة دي. هنا هواجه مشكلة وهي المشكلة ان انا محتاج البوكس ما يكونش على الجنب. انا محتاج ان البوكس يكون على القاعدة اللي تحت دي. فبالتالي انا محتاج ان انا اعمل حاجة برضو داخل البرنامج. ولازم ان اتعاملها بالزبط زي ما موجودا. هتختار ان البوكس بتاعك هيكون على اي جنب اي جنب من الاجناب اللي موجودة للبوكس بتاعك فانا عاوزه يكون على القاعدة من تحت فهبدأ ان انا اجيب الريتانجل والريتانجل بتاعتي لازم تكون وبعد كده ابدأ اخذ الريتانجل طبعا زي انا قلت مش حايفر اماعي اللون انا بقول له ان انده كبوكس هتكون قاعد على القاعدة اللي موجودة ديت او على الجزء ده من التصميم بتاعي. طيب لازم يكون الريتانجل جوه الملف بتاعي اللي هو الورغامي تمام? بعد كده افتح الملف هبصة لقي ان ده بتاعي. هعمل ايه? هابدأ اعمله. والرينيم طبعا هسميه تمام? يعني يكون حرف البي كابتل او بي سمول. تمام? بي او تي تي او ام. لازم تتأكد من الاسبيلينج تمام? طيب خلاص انا دلوقتي زبطتنا البتم لو انا رجعت بقى تاني للبرنامج بتاعي حلقة عالمة الرفريش هعمل عالمة الرفريش هابدأي ان التصميم بتاعي بقى واقف افقي. لحد دلوقتي الشغل بتاعي تمام ما فيش اي مشاكل خالص. طيب هلاحز برضو كنا عندي اه رغبة الديزاين بتاعي اللي هانا هشتغل عليه الديزاين بتاعي اللي انا هشتغل عليه. اه تعالوا نجيب الديزاين بتاعي اللي هشتغل عليه. انا طبعا عندي جاهز. هابدأ ان انا اول حاجة هنا في الشغل بتاعي فانا اخ paragraphsه وأقول له انا ا concur originated wereq عشان انا ار Silver on establish'der Alice Velages بتاعي. بعد كده اجي هناام STEVE عن الموارد الليزاين بتاعي. تمام? بعد كده ابدأ ان انا اسحب الدزاين بتاعي وخش على الشغل بتاعي اللي انا هشتغل به هنا. فهو طبعا اه لو نزل في الاورجامي هابدأ ان انا اسحبه ونزله هنا في الارت وورك. تمام? بعد كده ابدأ ان انا ازبط الشغل بتاعي على حسب التصميم. الطريقة دي. ممتاز. وابدأ ان انا اسيب الماوس بالطريقة دات عشان ابدأ ان انا اشوف الشغل بتاعي. كده ممتاز جدا. طبعا ارجعتين هنا واعمل تفرش. هبص اراقي عندي الشغل زي انت شايف. اقدر طبعا اكبر عشان اشوف الشغل. طبعا اقدر بالكليكي من الماوس ان انا احرك لفوق ولا تحت الكاميرا بتاعتي. فانا ممكن طبعا والماوس اللي في الوسط اقدر ان انا عمل ازوم او ازوم ان. بالطريقة اللي انت شايفها دي. طيب هلاحظ عندي فيه عندي مشكلة. المشكلة ان اللسان اللي موجود هنا واخد تسعين درجة. فبالتالي هو اصلا عاوز ياخد واحد وتسعين يعني يخش الجوة تمام? شايفوا بعمل ايه? مشكلة عندي هنا كده في التصميم. فانا بروح راجع هنا للضاي قط بتاعي اللي هو موجود او الرسم اللي موجودة عندي. باعلم هنا على اللينز اللي موجودة هنا او الخط اللي هو الموجود هنا بالنسبة لل للسان اللي هو بتعمل له جلو. وابدأ انا اقول له التسعين دي تخليك واحد وتسعين. تمام? مهم? اخليها واحد وتسعين. بس اكتب واحد وتسعين وخلاص ما فيش اي مشاكل خالص تاني. ارجع هنا. هبص الاقي هنا بقى الموشر عندي او بقى الخطأ اللي كان موجود ما عادش موجود عندي. تمام? يبقى لحد الوقت ممتاز. هلاحظ معي برضو ان انا ممكن اعمل ايه? ممكن ااجي هنا كده. واختار عندي الورق. الورق. الورق اللي عندي لو انا ده اغطى على البرسيت هنا هبص الاقي عندي اشكال الورق. بتختار انت اشكال الورق على حسب معرفتك باشكال الورق. بتختار مثلا ال اي الدي والسي والاف. احنا كان فيه درس انا كنا شرحينه على الحاجات ديت. فانت بتختار زي ما انت عاوز. طبعا هنا هبص الاقي عندي هنا المحرك بتاع الطي. المحرك بتاع الطي في فيرجن وان تو سري. هو طبعا احدث حاجة فيرجن سري. لان فيرجن سري بقى يتعامل مع المنحنايات اللي انت شايفها ديت. بطريقة افضل. في الازدارات اللي فاتت ما كانش بتعامل بطريقة افضل. طبعا كان بيحصل في بعض المشاكل. فانا افضل انك تكون على الفرجن ثلاثة. لكن هو احط لك الفرجنين الباقيين عشان في حالة ان كان فيه اه حاجة مسلا ممكن اه بتشتغل عليه او حاجة انت كنت مصميمها قبل كده وموجود عليه. ليه? لان انا ممكن من قايمة اعمل للمشروع بتاعي. وبعد كده استخدمه تاني في اي وقت انا محتاجه. طيب لحد دلوقتي كده ممتاز. حتقابلنا دلوقتي اه حاجة تانية ان انا لو عاوز ابدأ ان انا عندي تصميم داخلي. التصميم الداخلي اللون الابيض اللي اجود ده انا عاوز احط عليه تصميم داخلي. طيب نعملها ازاي دية. نرجع هنا لبرنامج. وبعد كده نبدأ ان احنا نعمل حاجة ظريفة كده. ان احنا هنبدأ ناخد الارت وورك. تعالى هنجيب دي بس كده عشان عاوز اشتغل. هبدأ ان انا اعمل فايل جديد هنا واسميه نفس نظام. وبعد كده اسميه باك. ارجامي وبعد كده كابتل باك. اوكي خلاص بعد كده ابدأ ان انا اخد اخفي ده او ااجي هنا مسلا اخد ده كده نسخة كده كنترول سي وبعد كده ااجي هنا على الاورجامي باك اقول له كنترول بي وابدأ ان انا احرك الشكل ده بالطريقة دي. طبعا بما اني ده باك فلازم اعمله ريفليكت. كليك يمين واقول له هنا ترانسفورم واقول له هنا ريفليكت. تمام بعد كده ابدأ ان انا اعمل له ارت وورك. ازا ما انت شايف ابدأ ان اقول له اعمل لي ارت وورك عشان مساحة عمل اقدر اشتغل عليها بالطريقة اللي انت شايفها دي. ببنا دلوقتي بقى عند هنا الورجامي الاساسي اللي هو الفرونت. وعندي الورجامي اللي هو الورجامي 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 نزلت في الضيقات وعملت له عشان هو طبعا بيكون له في الشغل بتاعه وبكون العكس. تمام بعد كده ابدأ انا ارجع تاني هنا لا لا واعمل ريفريش. هلواحظ ان مش حصل اي حاجة وقدامي. تمام لكن لو انا رجعت هنا كده. وبدأت ان انا اعمل هنا. التصميم بتاعي وليكن لون زي كده خلينا نختار مسلا لون انا لون زي كده مثلا. يعني انا ممكن اخذ لون وليكن فاتح. حاجة زي كده. الرسالة اللي بتظهر دي دي رسالة بتقول لي انت ما سيفتش مش مش كده دلوقتي. تمام. العموم يعني اي حاجة تزبطها كده. تمام? طيب. بعد كده الاحظ معي الخطأ اللي انا عملته هنا لو انا ضغطت على التصميم بتاعي اللي هو اللي موجودة قدامك ديت هي محضوطة في الاورجامي. لأ لازم اسحبها واخليها في بتاعتي تمام? بعد كده ارجع هنا للبرنامي الجتائي وعمل رفرش. مش هلاء برضو اي حاجة حصلت. ليه بقى? لان المفروض هنا ان انا افتح الخاصية اللي هي بتاعة الباك. لو انا جيت هنا كده. بصوا. هلاء هنا المعمول له ترنقف. فانا ممكن افتحه كده. وبعد كده ابدأ طبعا الاخضر يعني مفتوح. وبعد كده اعمل ايه? رفرش. هبصة يلاقي ان اللون اتغير باسترية اللي انت شايفها دي. طبعا اي تصميم هتحطه جواه هيظهر بالشكل ده. ببقى عندي التصميم بتاعي بالشكل طبعا طبعا. الدقيقة التي موجودة تحت دي طبعا انت ممكن من هنا في التصميم بتاعك تستطيع انك تقول له انا مش محتاج. طيب. بالنسبة اه ممكن من هنا اهو اقول لعمل انا مش محتاجي من الكاميرا. اقول لعمل انا مش محتاجي درしょ شايف ده. طيب. او او ممكن اقول لب انا اعاي براحتك او عندك اللي وراه ممكن تغيرها عندك في اللونين. ممكن تختار اللون ان انت محتاجه حتى ان كان ابيض زي ما انت حاوس. طيب. تعالوا هنا كده. هنا هبص صلاة عندي بالنسبة للمجة اساية في المنتج بتاعي. بقول لي هنا في بالنسبة للارتورك بتاعتك. لو انا عملتها فعالتها فبقول لي خلي بيلك هيكون التصميم بتاعك تشغال. مش مشكلة انا عندي جهاز كويس. فانا بقول له ماشي. ابدأ ان انت زبط لي بتاعتي حتى لمجة اساية في الكواليتي تكون مزبوطة. تمام? بيبدأ الشغل بتاعي يكون بالطريقة دي. حلو هزبردك عندي ان هنا اللسانة هوت لان طبعا انا حدست آآ آآ الشغل فانا لازم طبعا اعلم هنا عن المشهر بتاعي في الانلستريتور واقول له هنا انت واحد وتسعين. تمام? ارجعتين هنا ابو الصلاة عندي المشكلة اتحلت. بحد الوقت وامتاز. انا شايف ان البرنامج ده جميل جدا بالنسبة للناس اللي بتشتغل ورقيات. يعني عندها آآ شغل آآ سنديق وحاجات زي كده. آآ بالنسبة طبعا ان الحاجات التانية اللي هي الليبل والآآ والفليكسو والحاجات ديات. آآ والاكياس والحاجات ديات. الموضوع بتالي هيكون صعب جدا لان هو مستحيل يعمل حاجات زي كده لان هو اصلا مخصص للورقيات. طيب. وبعد كده نعمل آآ ونرجع تاني هنا لبرنامج الانستلاتور. حالي الامور. تماما ما في مشكلة خالص. طيب تعالوا بقى نعمل اكسبورت. فانا دلوقت عشان اعمل اكسبورت باجى هنا على الايكونة ديات للاكس بورت وبعد كده بعمل رنتق. طبعا انا ممكن اعمل اكس بورت سري دي موديل. يعني انا ممكن اطلع ده اكس بورت او عمله سري دي موديل. استخدمه طبعا يا اما في اسكو يا اما استخدمه او بي جي في اي برنامج سري دي. او اننا طلعوا سري دي بي دي اف. لو انا ضغطت هنا على سري دي بي دي اف وبعدها كتبت هنا بوكس مسلا. وقلت له خليه على الديسك توب. وقلت اوكي. وبعد كده هو طبعا هيتطلعه على الديسك توب كبوكس. لو انا فتحت هنا المتصفح. وخشيت هنا على الديسك توب. واخترت هنا البوكس سري دي. هبص لي عندي زي ما انت شايف. طبعا لازم تعمل فانا اقول له ماشي. سق ان الملف ده كويس. وبعد كده يبدأ ان هو يشتغل بالطريقة اللي انت شايفها ديت. ويبدأ الشغل يكون تمام. تمام? طيب بعد كده احنا بقى قلنا احنا عايزين نعمله رندر ونطلق انا عندي اتنين. يعني الرندر الداخلي. وفيه طبعا حاجة اللي هي بوكس شوت رندر ده برضو برنامج تابع لنفس المجموعة اللي هي ارجامي وغيرها يعني من برامج ان شاء الله نشرحها. لكن انا مش عندي دلوقتي. فانا لو سطابه ان شاء الله هو عندي. بس لسه يعني ما سطبتوش. لكن ان شاء الله اسطابه ونبدأ نشوفه يعمل من عليه ازاي بشكل احترافي احسن. لو انت برضوك مش من نوع اللي عاوز ستتعمق في مجال تصميم المنتجات. لكن خلينا دلوقتي على بلت ان رندر. خلينا دلوقتي الى بلت ان رندر. فهو بقول انت عاوز اطلح لك بما اس ايه فانت اختار. بس قبل كده انا افضل يعني انك بتزبط المنتج في البيجراوند وتاخد المشهد بتاعك وليكن بالشكل ده كده. اهو. بعد كده مسلا ابدأ ان انا اقول له رندر السن بتاعي بلت ان رندر. وبعد كده اقول له انا محتاجه مسلا وليكن الف بيكسل في الف بيكسل. تمام? اه بعد كده بابدأ اقول له انت عاوز الارضية تكون شفافة. بقول له بعد كده اعمل لي الفايل بتاعي حسيفه فين? فانا بضغط هنا واقول له سيفه على اه سطح المكتب. ونفس نظام اسمي بوكس. بعد كده ابدأ اعمله وستارت. ابدأ ان هو طبعا يطلع ولا على سطح المكتب. وبعد كده بقول لي هنا خلاص اقول له بعد كده لو انا خشيت على سطح المكتب هلاقي عندي البوكس بتاعي ازا ما انت شايف. هنا. لكن ممكن يكون اه الكواليتي ضعيفة. فخالي لنا مسلا نشوف ممكن يكون اعاوز اكتر من كده. يعني تلات تلافي تلات تلافي. لكن خلاني نتأكد الاول ان احنا فعلنا الكواليتي. طيب تمام? طيب. تعال نشوف هنا تاني ونقول له الرندر. طبعا هو عمل في مئة وعشرين احنا عمزين الف. وممكن خلالها تلات تلافي تلات تلافي. تلاتة الف في تلاتة الف. تمام? ما اعرفش طبعا دي ممكن اللي بيزيت ممكن تخليها مسلا بستمية. آآ بعد كده تقول له عمل لستارت. واقول له اكتر. خلال نشوف كده اعتقد كده بقت احسن. اهي. الجودة بقت اقشك واحسن كويس يعني. تمام? آآ وده نتيجة اعتقد جميلة جدا يعني. طبعا ما فيش فكتات اللي فيها الفويل يعني. لكن انا هسيبك تكتشف طبعا آآ الحاجات اللي موجودة بقتين. انا قلت لك معظم الحاجات الاساسية والمهمة. لكن انت عايز تكتشف بعد كده تقدر تكتشف. لاحظ هنا فيه حاجة جميلة جدا. لو انا حددت ونزلت تحت كده في الاخر خالص حاليا عندي هنا. ده المقاس بتاعي. شفت مقاس اي ضيقات انا هشتغله. حاليا المقاس بتاعو زي ما انت شايف كده بالسانتي. او ممكن انك طبعا تغير من السانتي والحاجات اللي زي كده لو انت اعتقد خشية على تقدر هنا تختار الوحدة بتاعتك بالملي لو انت محتاجها بالملي. طيب في حاجة تاني يعني انك طبعا هنا الكوستومايزيشن. تقدر انك بقول لك لو انت محتاج انك ايه تخلي الملف الاساسي مش ارجاني تقدر تخيره باسم تاني. اه خاص يعني فريد من نوعه. بقول لك طبعا لو انت عاوز تعمل في الباكسايد لير مثلا ممكن تعمله ايه. اه لو انت عاوز تعمل الباتوم عشان يعني انت عندك عشان تقدر تخلي البوكس بتاعك يوقف على الباتوم ولا التوب والفرونت والباك. فانت تقدر تختار الباتوم وتوب وفرونت وباك. لو في حاجة سبوت كلا راح تتعمل لها فويل نقدر نعمل لها فويل. زي ما انت شايف طبعا الدفولت الخاص بالكارتون اي كارتون حينزل. هتشتغل عليه الدفولت الخاص بتاعه حتى لو مش عليه تصميم. بيكون اللي هو اه مية او ستين اللي هو ميلي يعني واحد ميلي ونص او ستين. اه فانت بتختار اعتقد في الاساس يعني بيكون مية وخمسين. انت ممكن تخليها مية وخمسين. اه بقول لك طبعا اه هيكون اللون او الصورة او الخاصة بالبوكس اللي هي ايه. وبعد كده هيكون اللون بتاعها نفس النظام. بتاعة التضليعة بتاعة البوكس بتاعك تختار براحتك. وهنا طبعا الخاصة بتاعتك لو جهاز بتاعك كويس. خليها تلتمية. وبعد كده تقول له اوكي. انا شايف ان لحد دلوقتي الشغل بتاعي ممتاز جدا. وان نفس النظام ده والمشكلة دي حصلت فانا محتاج ان انا يا اما على فكرة انا ممكن اعمل حاجة ظريفة طبعا عشان المشكلة دي تحلي نهائي. اولوكوا تعملوا ايه? نيجي هنا ونقول له احنا محتاجين الجزء ده. هيعلم لي هنا باللون الازرق. فانا لو فتحت هبصة لقيه. ففتحت الجروب ده يعني او اللير دي هبصة لقيه تحت كأنزل تحت تحت. هلاقي باللون الازرق هنا. فانا ممكن اعمل ده اكتبه كده في الباص بتاعي واحد تسعة. يعني واحد وتسعين درجة. تمام? لو رجعت هنا تاني هنا كده وعملت فريش. ورجعت عندي لها المشهد الاساسي. هبصة لقي المشكلة تحلت. معنى ذلك ايه? معنى ان انا اقدر اكتب على اي شغل موجود هنا او اي عمود او اي لير او اي اللي ينزل موجودة عندي كده اقدر اديها قيم اللي هي الزاوية من صفر لمية وتمانين. تمام? من صفر لمية وتمانين. انت برحتك يعني عشان كده ممكن واحد يقول لي طب انا عاوز يكون مسلا ده مش مقفول تسعين. تقدر تغير القيمة من هنا او تقدر تيجي تغير كل قيمة زو انت محتاجها من بتاعك من هنا وتدي القيمة اللي انت محتاجها حتى لو خمسة واربعين. فبالتالي لو انا عاوز افتح ده كده يعني ايجي على القيمة اللي هنا. دي. اه القيمة اللي هنا. على دي واكتبها خمسة واربعين. تمام? وارجعتين هنا للشغل بتاعي حبص لي فتحت معي بالطريقة اللي انت شايفة لي. يبقى انا اقدر اعمل حاجة زي كده. تمام? انا طبعا مش هشرح لك كل حاجة. انا هسيقك بقى تكتشف انت تقدر تعمل ايه? اعتقد ان هو في حاجات جميلة جدا تقدر تشتغل عليها. دلوقتي احنا وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا فاتمنى ان عجبك الفيديو انك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة. لان اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس بيديني طاقة ان انا اكمل في الفيديوهات الخاصة بتصميم منتجات العبوات والتصميم بصفة عام. هنشوفكم ان شاء الله في درس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.